القاعدة الثانية الاستفصال في المجملات الاستفصال في المجملات وهذه قضية مهمة جداً أكثر كثير من الخلل والجدل والحراف يأتي حين من المجملات مسألة محتملة فالاستفصال فيها يعني ضامن للإنسان أن لا يقع في خلل لا في علمه ولا في عدله فمهم أن يستفصل وخاص بقضايا فكرياً أن طبيعتها طبيعة كما سبق معقدة ومركبة فتحتاج إلى شدة الاستفصال في كثير من قضاياها طيب لما يقول الشريعة كفلت للمشركين حرية الاعتقاد فلا يجوز إكرwalk أحد ولا يجوز إكره أحد على دينه ولأنه لا يمكن أصلاً إكره على الدين لأن الأمر متعلق بالضمير لا توجد هذا الكلام الشريعة كفلت حرية الاعتقاد ولا يمكن أن يكره أحد على الدين لأن الدين متعلق بالضمير ما الخلل المنهجي في هذا الكلام كيف جميل أحسن جميل إذن هنا في إجمال دخل في موضوع حرية الاعتقاد وهو حرية تحتمل أمرين تحتمل الحرية المتعلقة بالضمير بمعنى أن يبقى على اعتقاده أو تحتمل عدة احتمالات تحتمل أولاً الاعتقاد الخاص الذي لا نعرفه الشخص يعتقد بأمور نذلة عن ما في قلبه فهل نكشف وننقب عن ما في قلوب الناس طبعاً لا وتحتمل الاعتقاد المسبق أن النصراني يبقى على نصرانيته واليهود يبقى على يهوديته وتحتمل أن الشخص يظهر معتقداته وتصوراته وأحكامه بدون أي مسؤولية بدون أي حساب فهو جعلها كل هذه المنظومة جعلها في سياق واحد بدأ يستدل يستدل لها هنا يقع فيه خلل فإذا بدأ الشخص يستفصل تنكشف له صور الحق جميعاً المصلحة أساس التشريع المصلحة أساس التشريع ما رأيكم بهذا كلام؟ هل هذا كلام صحيح خطأ؟ لماذا خطأ؟ لماذا خطأ؟ لماذا خطأ؟ جميعاً؟ الأسكمة أساس والتشريع كلها مجملة المصلحة أساس المصلحة أساس هل هذا كلام؟ حسناً الشريع لماذا خطأ؟ أساس كيفية خطأ؟ لا لماذا تعرف أن الأصوليين يقولون ما事 ساحسين توترت منها؟ جميل إذن هذه العبارة شائعة حتى في كتب أهل العلم ويعني أظن حتى نفس السياق هو السياق قريب من هذا السياق للعزم عبدالسان رحمه الله أساس العبارة لا إشكال فيها الإشكالية فقط إنها قد توظف عند بعض الناس فيأخذها يعني بسبب توظيف المعاصر السيئ لها أصبحت مجملة ولا في أصلها لو قالها شخص في سياق فقه معين أو هو لا يعرف له يعني إشكالات لا حاجة يستفصل معه يعني فقيه يقول مصلحة أساس تشريع لا حاجة تتناقش تقول أي مصلح هو يعني واضح السياق حاكم لكن إذا السيقة في مقام آخر قد تكون أحد إجمال لأن ما المصلحة التي هي أساس تشريع فإذا كان يقصد المصلحة التي راعتها الشريعة ومؤطرة بإحكام الشريعة نعم هي أساس تشريع لكن مشكة بعض المعاصرين دخل فيها كل المصالح فصال إذا إذا استحضر مفهوم المصلحة لا يستحضر مفهوم مصلحها بحسب ميزان الفقهاء أو الميزان الشريب بحسب ميزان أحيانا الأهواء والمخالفة تماما حتى من توسع في باب المصلحة كالطوفي رحمه الله لما قال ما قلت المشهورة تقديم مصالح المصوص على تفصيل في كلامه لكن حتى الطوفي لما يتكلم هو يتكلم عن مصلحة شرعية لا يتحدث عن مصلحة مصادمة للشريعة أو منحرفة أو مصالح جاءت الشريعة بنقضها ومخالفتها إنما هو يتحدث كما يتحدث فقهاء مصالح شرعية معينة عارضة نصوص معينة فهو يرى تقديم مصالح عن النصوص فمسألة يعني الطريقة الحدثية المعاصرة التي تجعل أي مصلحة بغض النظر عن مرجعيتها هي أساس التشريع هنا خلل كبير أنك تجعل ما يعارض الشريعة هو أساس لهذه الشريعة